اشتركوا في القناة من منطلق الحرص الكبير الذي أولته ولا تزال مملكة البحرين لأبنائها الشباب في مختلف المجالات من خلال دعمهم وتقديم كل سبل التدريب والتأهيد والاستعداد اللازم لتطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم ليكونوا عنصرا فاعلا في بناء الوطن ومسيرته الزاهرة حرص واهتمام كبير يوليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تجلى في العديد من الصور والمواقف الراسخة التي برهنت ولا تزال على حجم الاهتمام والدعم المستمر بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليكون شباب البحرين أمام سلسلة كبيرة من الخيارات المتميزة التي تعينهم على تطوير كفاءاتهم والانخراط بشكل أكبر في سوق العمل البحرينية والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن المرسوم الملكي السامي بتخصيص 200 مليون دينار بحريني لتمويل جزء من برنامج إدماج البحرينيين في سوق العمل عبر توظيف وتدريب ودعم الأجور المنفذة من قبل صندوق العمل تمكين يعد نموذجا من نماذج الاهتمام والرعاية الملكية السامية التي لطالما حظي بها شباب البحرين فقد عمل صندوق العمل تمكين خلال سنوات طويلة على توفير كل مجالات الدعم والتدريب للشباب البحريني ليكونوا شبابا واعيا مؤهلا وجادا في جميع مجالات العمل الخاص والعام مؤهلين ومدربين ذو كفاءة تتفاخر بها البحرين ومهارات تنافس بها على المستويات المحلية والدولية جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه أولى الشباب اهتماما مستمرا وكان الراعي الأول والداعم الأكبر لشباب البحرين حريص على حلحلة ما يواجهونه من تحديات وتحويلها بطاقات الشباب إلى فرص خلاقة تقودنا إلى مستويات أرحب من النماء والازدهار والتقدم في فرص ومجالات كثيرة وهذا ما برهن عليه شباب البحرين في الكثير من المجالات والقطاعات ترجمة نانسي قنقر